بدأت اليوم فعاليات الندوة الوطنية الأولى للسلامة الجوية والتي نظمها سلاح الجو السلطني العماني بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وتهدف الندوة التي تستمر يومين إلى تعزيز الوعي العام بمفاهيم السلامة الجوية وتبادل الخبرات العملية والعلمية والعمل على تقليل عوامل الخطورة وتخطي التحديات والممارسات التي تواجه السلامة الجوية وبئة العمل الجوية وتناولت الندوة عددا من أوراق العمل والمحاضرات يقدمها عدد من المختصين والمشاركين من المؤسسات والجهات المعنية بمجال السلامة الجوية